ديش لما يتكلم روجر ولوفي يكتمون الصوت شنه الحلم شن نظنه سأغدو ملك القراصنة فلنطلع مو بهذه الحلم شانكس قال الريلي سمعت فتى يقول نفس كلمات القائد كين هي الكلمات بالضبط اللي يعرفها ريلي يعرفها الويت بيرد يعرفها إيس سابو أو دنياماتو شانكس وقالها روجر وقالها لوفي خلونا نحللها مع بعض إذا أنت متابع الأنمي تقدر تتابع فيديو هذا ما في أي حرق حتى نصل للدقيقة هذه مجرد ما نصل للدقيقة هذه أهرب لكن قبل كذا لا كل شي لك أنت كأنيمي وكمتابع مانغا وإذا أنت متابع مانغا لا تقفز للدقيقة هذه أنك ما تفهم كي إذا استعجلت وقفزت خلونا نبدأ هذه الحلقة برعاية متجر دريم ستيشن متجر الأحلام كل ما عليك يا جماعة الخير عشان تدخلون في السحب معنا في هذه الجوائز المقدامكم هنا أكتب شكرا دريم ستيشن تحت في الكومنت سووا لهم فلو على حساباتهم سووا فلو على حساباتنا عشان تعرفون السحبات كيف تكون متابعونا والقادم أفضل وأجمل أي شو دريم ستيشن راعي الفيديو هذا شركة دريم ستيشن موقع مميز علندنا عنه في البداية رابطة في مربع الوصف تفضل بزيارته عروض خيالية والكولكتر اديشن لألدن رينغ عندهم الحين لا تفوت الفرصة هلونا نجي نجمع المشاهد مع بعض كنا نظم مع بداية ونبيس أني سأخذو ملك القراصنة هو حلم لوفي لكن لما تيجي وتشوف شلي قاعد يصيب تشوف أنه مش هو الحلم ليه روجب كان يضحك مع الويت بيرد يقولنا حكومة العالم تطلق علي الآن ملك القراصنة يا لهذا اللقب المضحك أو اللقب السخيف ليس هذا ما أسعى له وهذا شيء قاله عقب ما خلص رحلته يعني مو هذا هدفه اللي كان يقول أهل الويت بيرد لما قال له الويت بيرد هذا حلم طفولي لأنه قاعد يضحك عليه بعدين لوفي قابل شانكس وقال للشانكس نفس الكلام فشانكس سرع في لوفي الرغبة أنك تكون ملك القراصنة عشان تحقق حلمك هذا هذا هو المنطق شن هو الشيء اللي يستلزم أنك تكون أكثر شخص حرية في البحر ملك القراصنة يستلزم أن يكون عندك القوة المال الشهرة يستلزم أنك تروح لوف تيل وأربعة يستلزم أنك تكون فتاة نبوءة عشان تحقق حلم الطفل شن هو الشيء اللي يحلم به الأطفال لما قال الويت بيرد روجب هذا حلم طفولي هذا الشيء يعني يثير يثير الدهشة والريبة شن هو الحلم الطفولي اللي ممكن يسخر منها الويت بيرد لما نقول أنك تابع تكون الأقوى الويت بيرد سعى أن يكون الأقوى وصار أقوى رجل فمش هو تكون الأغنى أنت لازم تكون الأغنى عشان تحقق الحلم هذا وتأخذ تنزل وان بيس مش هو الشهرة مثل ما يقول البلاك بيرد أقضي على الأقوى فتأخذ الشهرة لما قالها الأيس أنك تقضي على كايدو تقضي على شخص قوي تستغل للفرصة فتأخذ الشهرة مش هو إيش؟ الشيء هذا ما كان لفلوس ولا قوة ولا شهرة ويستلزم أنك تكون ملك القراصنة وحكومة العالم ممكن تمنعك تصلى وهو حلم أطفال ترى هذا لغز غير طبيعي اللي إحنا قدامه عشان نقدر نفكك اللغز هذا لازم نحط عقليتنا في أنيمي وان بيس عالم من القراصنة عالم المقاومات فيه لمتناهية عالم النتائج فيه غير متوقعة هذا واحد اثنين ننظر إلى الكاتب إلى بيئة الكاتب كاتب وان بيس بدأ مع صديقة اللي هو كاتب أنيمي شامان كينغ شامان كينغ هنا ملك القراصنة بس هنا اسم الأنمي وان بيس هناك اسمه شامان كينغ هذا يصبح ملك الشمان وهذا ملك القراصنة في شامان كينغ البطل لا يسعى أن يكون ملك الشمان بل يجب فيه طريقة أن يصبح ملك الشمان فيوافق أن يصبح ملك الشمان عشان يصل إلى حلمه وهو أن يكون مرتاح وكسول وما عليه أي مسؤولية ولا يطلب منه أي شيء وعشان يقدر يوصل إلى مرحلة أن يكون مرتاح كسول ودائم النوم وما عليه أي مسؤولية لازم يصبح ملك الشمان حلم طفولي عشان يحققه لازم يصل إلى أعلى المراتب تعال نقلها إلى وان بيس ولا ننسى إنه ملك الشمان ووان بيس الكتاب متخرجين من مدسة واحدة وأصحاب ورسموا لبعض واستخدموا كلمات بعض في البداية وساعدوا بعض وأول شابتر من شمان كينغ أو العاشر من شمان كينغ أودا رسم نصفه أو كذا صفحة منه مساعدة لكاتب شمان كينغ واحتفالا معه لأنه صديقه العزيز فنجي إلى أودا يبيصير ملك القراصنة الأكثر حرية يحطم جميع القيود لماذا؟ عشان يحقق حلم طفولي قال وهو طفل وكلمة لوبي وهو طفل نفس كلمة روجر وهو كبير حلم شاطح جدا وتحقيقه والتمنيه غريب وقارب لم يسخر من حلم لوفي قال لا اللي خربك وذي الشعر الأحمر وكأنه قارب يحترم الحلم اللي عند لوفي والطريق لتحقيق الحلم هذا أنك يكون في المرين مما يعني أن حكومة العالم يرون أنه باستطاعتهم تحقيق الحلم هذا بطرقهم التعسفية تحقيق حلم أطفال بالقتل والتدمير شنو الحلم هذا؟ عندنا خيارات كثيرة راح نطاحها نأكد نفند بعدين بعطيكم راي أعيد وأكرر فندنا ملك القراصنة مش هو الحلم هذا الطريق اللي وصلك للحلم لأنك يكون الأشهر الأغنى الأقوى هذه مجرد طعم وضعها روجة في النهاية أحصل عليها وصير ملك القراصنة عشان تحقق أي أن كان حلمك اللي راح يوصل له هو اللي يشارك روجر الحلم مثل ما قال ويت بيرد لبلاك بيرد لست أنت من ينتظره روجر فشنه الحلم الطفولي هذا؟ واحد وأمين له أنا بشكل كبير جداً أن أصبح طفل يعني عند كل هالم مقاومات في عالم ون بيس أن أصبح سوبر هيرو أبي أكون أنا البطل الخارق اللي لا يتبع لأي شخص لا يتبع إلا لنفسه ويحترمه المجرمون والحكام وهو القانون ما في قانون غيري أنا أني أكون أنا سوبر هيرو هل هذا الشيء وارد في ون بيس؟ نعم الشيء هذا وارد في ون بيس لما نرجع للحدث البيك مام ونشوف اللي كان يكلم سنجي وقال له أن نذكره بالقصة اللي كان فيها الشرير اللي من الجرمى وبطل الحكومة السوبر هيرو مما يعني أن السوبر هيرو موجودين في عالم ون بيس فهذا هو الخيار الأول لكن لما نجي ونشوف لدينا مو بس حكومة عالم وأعراق وكذا لا الموضوع فيه سماويين وأرضيين وتجارب وفيقابانك والسكيزر والجرمى الموضوع علمي جداً يؤكد كونهم سوبر هيرو البطل الخارق لأنك لما ترجع لقصة الهابطين من السماء وترجع كل القصص اللي يسمونهم القادمون أو الارايفل أو الالين وتشوف قصة إنكي وإنل من القصص الأشورية البابلية راح تشوف إن الموضوع لح علاقة بالفضاء وقدمون من الفضاء ومنحوتات على شكل أطباق وكان الهدف هو صناعة بطل البشر يقود البشر بحيث يتم التحكم بهم البطل هذا ينقلب على صانعيه ويحرر البشر من قيود الصانعين ولما تشوفون أشكال الصانعين راح تشوفونهم قريبة جداً من الجروسي فأن يكون سوبر هيرو يتحرر البشر من قيود الجروسي ممكن لكن لوفي إلى أن وصل إلى الأرخبيل ما يدي عيشه الجروسي فمستحيل يكون هذا هو الحلم لوفي قال حلمه قبل أن يشوف إيس وصابه وقال الشانكس بعدين راح مدينة ثانية راح الهيجري ترمينال شوف إيس وشانكس هناك وأناك ممكن تعرضه لظلم واحد من التين ريوبي استبداد أصحاب المال ما ظهر على لوفي عساس أنه يتمنى هذا الشيء لو أن هذا الشيء ظهر بعد ما فقد شانكس يده وشوف استبداد أصحاب المال والثروة وقل لكم هذا ممكن هو الحلم إذن خمسين بالمئة نعم خمسين بالمئة لا أمين له فعلا لكن ما أنا مقتنع فيه مش هو رأي طبعا أنا عندي رأيي بقولها في آخر الحلقة ننتقل إلى الخيار رقم اثنين الخيار رقم اثنين هو أن أجعل كل الناس أخيار في الحلقة اللي تكلمت فيها الحلقة اللي فاتت للوفي قال اللي تاما الكل يموت الكلمة هذه أسوب قال أن أكثر شخص حزن على أخوه هو لوفي ومع ذلك كان يقولها من قبل ليموت إيس قالها للفيفي حاكمة أرها باستا ومر بوفاة سابو لكن أنا أعتقد أن لوفي مر بمأساة لها علاقة بأمة ووفاة أمة أو اغتيالها أو العذاب اللي تعرضت له السبب هو السبب اللي خلاه يقول الكل لا يموت فحلم طفل عند كل هذه المقومات هو أن أجعل الكل أخيار ومسالمين وهذا فعلا حلم طفل كذا الويت بيرد اللي ماما بالصعاب صنع رسرته من الصفر يقول حق رجل هذا حلم أكفار العالم لازم فيه أخيار ولازم فيه أشرار أنت بتجمع كل القوة وكل المجد وكل الشهرة وكل الأسلحة لكي تجعل العالم كلهم أخيار أنا قاعد أتخيل الحوار بين رجا والويت بيرد هل تعتقد أن الأسلحة المال وسمعتك اللي هي المجد وكونك الأقوى في هذه البحار هو من سيجعل الناس أخيار هذا حلم أطفال ممكن هذا هو الحوار اللي دار بين الويت بيرد وروجر وهذا الاختيار أميلا بنسبة 70% أنه فعلا حلم طفل أنه يرى العالم كله مسالم يرى العالم كله خير لأنه لما يقيسها على التين ريوبي التين ريوبي يبون العالم مسالم والعالم مكتمل اللي هم الجروسي فشنه الأسلوب اللي يتخذوه أسلوب المدينة الفاضلة اللي كان يفكر فيها أفلاطون وأن الأسلوب هذا كان تعس فيه بناء المدينة الفاضلة اللي الكل فيها يعيش بتكامل وتساوي يقوم على تدمير الآخرين والبناء من الصفر لابد أن تحطم كل شيء تحطم العادات تحطم التقاليد تحطم الأعراف تخلي الكل تابع لمنظومة وحدة الكل تابع لقانون واحد أي واحد يخاف قانون هذا يقتل أي شخص يولد مريض أو ناقص أو فيه أي مشكلة يقتل أي واحد يفكر في تشتيت المجتمع يقتل ومن ثم يتم تصنيف الناس حسب درجاتهم عقولهم وذكاءهم وبناء على هذا التصنيف يصنف هذا طبعا كطلاب في البداية بعدين يصير محلقه كخاص الطالب هذا فلاح ما لا إلا فلاح هذا تاجر هذا محارب هذا سياسي هذا مفكر وفيلسوف والقيادة للمفكرين والفلاسفة كأني أنظر فعلا إلى الجروسي اللي حاول يحققون حلم أطفال بطريقة تعسفية ومدمرة فتحقيق المدينة الفاضلة هذه يحتاج إلى القوة والمجد والشهرة والتعسف كيف تحققها بطريقة طفولية لك تخلي الكل خاضع لك وتحرر الكل من القيوت فأنا أميل للاختيار هذا بنسبة ثمانين بالمئة طيب خلنضع هذا الحوار ونشوف الأي درجة بأثر واحد مثل سابو عاش في عائلة نبيلة وعاش كل العادات والتقاليد ويعرف الجونسي والتينويوبي يسمح الكلام أكيد بيضحك لكن بيحترم هذا الفتاة لأنه معجب بعزيمته واحد مثل إيس ظلم والطهد أكيد بيضحك لكن بيحترم هذا الفتاة لأنه يحبه بمشيها لك واحد مثل ويت بيرد من مدينة مظلومة وعليها تعسف من كل مكان ومن ثم إلى طاقم الروكس طاقم القواصنة شعار الحرية في البحار وشاف المصايف طاقم الروكس اللي تدمر وزي ما كنا شايفين كان مسيطرة على قدو فالي وتدمرت مدينة فهو شاف أنه حتى الطاقم هذا تفكت وقال الويت بيرد لأودن إن هذا الطاقم ما كان يتبع قائده فإذا حتى هذا الطاقم القواصنة العظيم دمار طاقم القواصنة بالتعارف مع الحكومة فلم يكن هو الحل واحد من الخيارات الثلاثة طرح حراجه القوة والمال والشهرة بالقوة أصنع عائلتي وأحميها من طلام هالعالم تبي تنظم؟ أنت تدخل عائلتي البيج مام خرجت من طاقم الروكس وبنت مملكتها الخاصة كايدو خرج وبنت مملكتها الخاصة وبلاك بيرد وبنت مملكتها الخاصة الويت بيرد اتخذ القوة الحل لإحلال السلام ورجع جمع كل شيء فقال الويت بيرد هذا الحلم أطفال البيج مام اللي وجدت الحل هو القوة أيضا القوة وفرض السلطة والسيطرة أنك تعيش في مكاني بقانوني وتحترمني وكأنه حتى كيف أقولكم يوتوبيا أفولية كايدو فرضت بطريقته البلاك بيرد سعى للإثنين المجد والقوة لم يسعى إلى المال وسعى له بطرق سوداوية جدا فقال له الويت بيرد لست أنت من ينتظره روجر نجي نشوفه لما يطرحه لوفي قدام شانكس أنا شوف طاقة البحرة كانهم قراصنة اشتناوين نتسوون نحن رجال البحر الأحرار نحن القراصنة نحن 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 لوفي يقول أنا سأصبح أفضل منكم أنا أو سأصبح أقوى منكم ليش؟ ليش بتصير أفضل منه؟ اللي أنت اسعى له أسعى لإحلال السلام وتجعل الكل أخيار ومسالمين لأن هذا هو الحل اللي شافه لوفي لكي عشان قصة أمه اللي أنا أفترضها ماتت أمامها أي كان البؤس اللي مر فيه أو السلام اللي هو يعيشه فهنا شانكس رأى في لوفي أنه الفتى مناسب لهذا الشيء فعالحين راح ننتقل إلى احتمالين آخرين شاني الكلام اللي قال لوفي لشانكس وقال روجر لكن الاحتمالين هذول أدلتهم واستنباطهم من المانجا وأنا أمين لي واحد منهم أمين له بقوة بقوة واحد منهم يدعم احتمال المسالمين فمتابع الأنيمي أهرب متابع المانجا كم الحين ننتقل إلى الاحتمال الثاني واللي ناقشته مع أخوي عبدالله الملحم وصراحة أخوي عبدالله لما تناقشت معاه يعني وصلت بشكل كبير التحليل والتفصيل والنظرية هذه أنه أريد أن أصبح بطل قصص مصورة هل هذا الشيء مستبعد في ون بيس؟ أنا بدأ قلت سوبر هيرو لأنني قلت حقا عبدالله ممكن لو قال سوبر هيرو منطقي أكثر من يكون بطل قصص مصورة أو بطل كوميدي نعم هذا الشيء غير مستبعد في ون بيس بدليل قصة البطل المرين اللي تم توثيقه كبطل قصص مصورة واللي أعجب أحد طاقم البيقمم أو أحد طاقم كوبوني بيق بالعدو اللي ضده اللي من الجيرما وكانت القصة المصورة هذي توثق حقبة معينة كانت بين بطل المرين والجيرما وكل أبطال القصص المصورة كانوا في الأساس أبطال خارقين لما نرجع إلى مارفل أو ديس وشوف كل بطل من الأبطال تجد له عروق وجذور إلى أبطال خارقين من الأساطير أو من التاريخ لما نتكلم عن هراقل اللي هو أساساً أمبراطور روما ويأخذ إلى هراقل الأغريقي هل طريعة قصة هراقل الأغريقي فقط لتمجيد اسم هراقل الأمبراطور روما مثلاً نرجع إلى ديوس، أودن، ثور كلها أسماء موجودة في الكوميك لكنها مستنبطة من أساطير راجعة إلى أساطير تعلق كثير من الجيل الحالي هو بشخصية الكوميك بعدين ممكن من تعلقه فيها يقرأ الأسطورة فهل روجر كان يبغى يكون هو البطل القادم اللي يتغنى به الجميع طب ومستحيل لما نجي نفصفص الأبطال الخارقين ونفصلهم في القصص المصورة راح نشوف جزء منهم صار خارق ليه لأنه ذكي وغني هذا الشيء شفناه في باتمن من دي سي وآيرون مان من مارفل وفعلا لما سأل باتمن قال قوتي أن أنا غني جدا طبعا ذكاء مهم موجود نجي نشوف بعض الأبطال الخارقين مثل هانكروك اللي سواه ويل سميث قوته إنه كوميدي وساخر ويساخر قوته اللي يخدمه أو ذا ماسك يعتمت يعني صنف كبط الخارق نجي الأبطال الخارقين الأخرين عندهم قوة خاصة عندهم قوة خاطرية وبعض الأبطال الخارقين زي أعتقد غرين لانترن أو الفانوس الأخذة من دي سي قوة أنه يجسد أي خيال لما تيجي تجمعهم هم كلهم موجدين هذا الشيء مو مقتصر فقط على الكوميك يعني لما نتكلم عن كوميك تعتبر من أساس الفنون وهي بداية الفن في الرسم والكوميك كانت لها سمعاتها وكان كل كتاب المانجا يبوسون كتاب كوميك فمو مستحيل أن يكون الهدفني أكون بطل قصة مصورة أكون أنا سوبر هيرو في ناس لما تيجيها الحين تقولها من الأطفال تركزون نحن نخاطب عقل طفل في عالم مفتوح الحدود ألعاب كثيرة الطفل يبدأ في اللعبة ويقول أن أنا بكون سوبر هيرو أو بطل قصة مصورة بكل معاييره ويسعى للقمة بهذه الطريقة فقد يكون هذا هو سبب الويت بيد يقول روجرد هبلت هذا حلم أطفال إنه بطل قصة مصورة قاعد تقول تأخذ واحد من عسرتي وبتروح وتأخذ كل هذا كله عشان تصير بس بطل قصة مصورة ناويا هل هذا هو الذي حدث؟ أنا أشوف معياريا لما تنقشت مع أخي عبدالله معياريا ممكن ما في شي يمنع أنا مبقادرة بالعحاب أنا لي خيار آخر حلمي أو سأغدو من يحقق أحلام الكل طفل يتمنى القوة والمجد مال إيه؟ تخلي الكل طيبين بس أنام زي شامان كينغ وأرتاح وتحرر من القيوب أصيبة القصة مصورة ممكن كون أنا السوبر هيرو ممكن كيف أجمع هذا كله؟ أنا من سيحقق أحلام الكل فتجي تقيسها إيس كان لحلم يبي يعرف منه أبو يبي يتحرر من القيود يبي يصنع اسمه تابو كان لحلم يبي يكون حر يتحرر من القيود النبل الزايد اللي كان في عسرته وأصلاح العالم من حوله وأنه يبحر مع صديقة إيس لوفي كان لحلم شانكس كان لحلم رجل لحلم رجل لحلم رجل قال أنا بأجمع القوة كلها والمجد والشهرة وأرضو الملك كي يحقق أحلام الكل وأكون أنا الشخص اللي يحقق أحلام الكل طبعا رجل لما راح للافتيل ما كان يدي لا عن المملكة المزهرة ولا عن أسلحة الدمار الشامل ولا عن شيء أنا اللي عرفنا كل شخص حولي لحلم وأنا اللي بحقق أحلام الكل لما تيجي لحق واحد مثل أودن كان في مجتمع منغلق المجتمع هذا كان لأحلام وهو نفسه كان حلم أنه يأخذ تلبحه وتحقيق حلمه هذا كان بالشق الأنفس بالنسبة له لما يجي واحد يقول أنا أقدر أحقق حلم أي شخص وأي شيء طلب أحققه لك واش بيه تقول له جنيت أنت حلم أطفال هذا اللي تقوله فأنا بحقق حلمي لهم حلم الأطفال وأحقق أحلام اللي يمي كلهم شانكس كان لحلم لما عاد روجا قال لست أنا المختار وصلت لكن لازم تنتظر عشرين سنة لتحقق حلمك المختار لم يولد بعد سيولد بعد عشرين سنة المختار هو من سيكون عنده فاكهة نيكا وفاكهة حاكم حاكم التي تجسد التي تجسد كل ما يتخيله الحاكم هذا موضوع ما لا علاقة بس بالقوة بأشياء كثيرة إيقاظ الفاكهة أنه بس يحول الأرض مطاب أنا أعتقد إيقاظ الفاكهة هو بتحقيق الأمال شا الدليل على هذا الشيء؟ شفنا واحد عنده فاكهة مشابهة اللي هو السنجوكو وكانت فاكهته فاكهة الحاكم بوذا طبعا أنا بستبدأ الكلمة الإلهية ستقف الله بحاكم لأنها أفضل وكان عنده الحاكم بوذا كان يطلق قوانين بوذا لما تحول إلى طور الذهبي حقه كان يطلق قوانين بوذا من يده مع أنها كانت قوانين سلمية لا عنف فيها لأنه كان يقدر يستخدمها في العنف وتجسيد ما يريد لكن في حدود في قدرة بوذا الموجودة عن سنجوكو لأن تطبيق القوانين أو العراف العشرة أو القيود العشرة لكن لكها مفتوحة تحويل الأرض إلى مطاط وتحويل الجسد اللي ضربه إلى مطاط هذا يمكن إيقاظ قتالي الأكبر من كذا تطبيق القوانين الخاصة بتفكيك القيود عند الفاكية هذه من حكومة العالم يضع عليك قيود اللي عند الفاكية هذه ومحرر العبيد يكسر هذه القيود فحكومة العالم ترى أن المدينة الكاملة تكون على التدمير والإنشاء بقيود ونظم مثل أفلاطون لكن هناك نظرية الفوضى اللي تقول أنه لكي تقيم مجتمع متعامل لابد من نشر الفوضى والعشوائية وأن الكل ياخذ نصيبة ياخذ قدرة ياخذ وفقه ويعيش بحرية ومن ثم تقدر تفهمهم أسس طبعا هذه نظويات فانسفية ما لها علاقة كثيب وانبيس وسأنا أقولك أنه المضاد الكامل سأكون من يحقق حلم الجميع شانكس أن ينتظر حلم قال له ووجا لست أنا من سيحقق لك الحلم فبكى شانكس منطقي ليش الويتوبيت قال له حلم أطفال لأنه يمكن أن تحقق حلم الجميع بتجمع فلوس وعشان تحقق حلم لكن بعدين أيقنت وشاف ووجا وصل لكن لست أنا من سيحقق الحلم هذا فكذا قال الويت بيرد الوانبيس موجود الويت بيرد وصل إلى حرب القمة وشاف النقيض المطابق تماما من ناحية القراصنة في البلاك بيرد والمطابق تماما من ناحية الحكومة ومن ناحية الجروسي ومن نواعي كثيرة ليس هذا هو العالم الذي نتمناه والذي أبي أسرتي تعيش فيه عالم الأحلام حق روجر لو أني وثقت فيه كان ممكن بس لسه كان باقي 20 سنة فقال للبلاك بيرد لست أنت من ينتظره روجر هذه الاحتمالات كلها قلتها لكم قد يكون في احتمالات آنة ما أدري عنها اكتبوها شنو توقعك تأغدو ماذا مش ملك القراصنة وليس الأقوى وليس الأشهر انتبهوا وليس الأغنى لأن هذه كلها الطعم وضعت لتحفيزك تصل تغدو ماذا؟ أنا اختياري سأغدو من يحقق أحلام الجميع وفيه قال السوبرهيرو وفيه اللي قاله بطل قصص مصور وفيه قال من سيحقق السلام وفيه أشياء ثانية كنت أنا معدي عنها بالنهاية أتمنى أن الحلقة هذه نارت استحسانكم وأعجابكم كانت حلقة تعويضية بما أنها أسبوع أيضا ما فيه مانغا وممكن الحلقة هذه تنزل لكم في العيد فإذا نزلت لكم في العيد لا شكوا أوش الممتج اللي هاد كل أشغاله وقاعد يشغال الحلقة عارف نفسك سعود العمر نعم سعود أنا واثق أنك أنت بإذن الله سبحانه وتعالى لمن سيمسك في الزمام هذه الحلقة أشكرك مقدما وشكرا أنه مع أنك مريض ادعوله بالشفاء وفي مبتعث وجايك العيد إلا أنك فرغت نفسك لمنتاج هذه الحلقة وكل عام وأنتم بخير وعيدكم بارك مخبوظنا هالكلام قلناه في البداية ليش ما قلني عيدكم بارك في البداية؟ نعيد ممكن أنا مثل أودة أدعى النهاية السعيدة لا نسمى النهاية للنهاية شو الحكمة؟ شو اللي جبت أنا ما عدري يلا أخذوها حكمة من الكيس حكمة من الكيس وحكي يرخيص لكن من القلب للقلب يوصر النهاية قوي معي سبحانك الله ومهو بحمدك أشهد والله لا تستغفق واتوب إليك لنسوا اشتراك في القناة لايك والشير وكل عام وانتبه اشتركوا في القناة